موسيقى أهلا بكم في وقت لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة في صدارة الأحداث تقدمت إلى الواجهة في صحف بيروت الملفات الأمنية والحكومية والنيابية وسنواكبها في حلقة اليوم عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور بها أبو كروم صباح الخير دكتور أبو كروم أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت وبتلفزيون المستقبل بالوضع بالمنطقة بشكل عام سواء بقطع غزة حيث دخل العدوان الإسرائيلي يوم الرابع عشر أو فيما يجري في سوريا وفي العراق أيضا وبالنسبة لمواقف المجتمع الدولي اليوم حبيب حدد بكاريكاتور جريدة لحياته سمن دون تعليق شاحنة تفرغ بمكب كل أكسسوارات الصوت يعني الميكروهيت والنياشين وغيرها فيما كب للنفايات بهذه الكاريكاتور يمكن حبيب حدد يقارب المواقف المستنكرة والمدينة لكل ما يجري في المنطقة كيف تفسر موقف المجتمع الدولي؟ ما واضح أنه ليس فقط الأحداث الأخيرة في غزة إنما كل أحداث التي تجري في المنطقة هناك يعني عجز دولي عن بناء استراتيجية واضحة لهذه الموضوع المسألة الأسئلة أنه عندما تكون في منطقة يكون فيها حراك بحاجة أو حراك يستند إلى الشرعية الدولية أو يستند إلى القيم الأساسية التي تبنيها المجتمع الدولي فيه ضمن مؤسساته هيئة الأمم المتحدة أو الاتفاءات أو المعاهدات الدولية حقوق الإنسان وغيره عندما تقوم الشعوب بالمطالبة بحقوقها وتتخلى الهيئات الدولية عن دعم هذا الحراك عم نشوف أنه وصلت الأمور إلى أحداث مأساوية كان في سوريا أو في العراق أو حاليا في فلسطين حاليا بيك بتاع غزة وعم نشوف صور مباشرة على الهواء حيث العدوان الإسرائيلي مستمر على ضراوته توقيت هذا العدوان هل يطرح علامات استفهام بظل ما تشهده المنطقة ككل وما يحكى عن مخطط ربما لإعادة تقسيم هذه المنطقة المصاري اللي عم بتروح فيه الأحداث بفلسطين ربما شوي يمكن بيكون شوي إلو علاقة بفشل العملية السياسية وعدم يعني ظهور نوية جدية من قبل العدو الإسرائيلي بتقديم تنازلات أو بإيصال العملية السياسية اللي انطلقت واللي استمرت لمدة 9 شهر إلى خواتيم أو إلى تقديمات بتحسن ظروف الدولة الفلسطينية نحن عم نشوف اليوم أنه العدوان اللي حصل على غزة عم بيأتي بعد المصالحة الفلسطينية لإعادة اللحمة إلى المؤسسات الفلسطينية واللي أنتجت حكومة مصالحة واحدة وتأسيسا عليها ستعود الجغرافية الفلسطينية إلى التوحد بين قطاع غزة والضف الغربي مشروع الفصل هذا ما بين قطاع غزة والضف الغربي هو مشروع إسرائيلي في الأساس وإسرائيلي ربما كان فيه إلى رد فعل أوي حذرت منه بالأساس وأرادت معاقبة السلطة الفلسطينية على خياراتها بالذهاب إلى المصالحة مع حماس من خلال هذا العدوان على غزة ليش بذكرك اللي عم بيصير اليوم بتاع غزة بما حصل عدوان تموز على لبنان يعني قبل 8 سنوات تماما من اليوم بالتأكيد ذات السياق العدواني اللي عم بتصير فيه هل يعني بالنهاية ممكن يوصل الأمور لقرار دولي جديد على غرار القرار 1701 الحكومة الإسرائيلية عم بتعول على هكذا أمر يعطي يعني يعطي هدوء طويل الأمد للإسرائيليين إنما بالمنطق العام ليس هناك أمن لإسرائيل بالمطلق إلا بعد ما تعطي الشعب الفلسطيني حقوقه في ظل حصار مميت لغزة اليوم ليس هناك أمن لإسرائيل لا في غزة ولا في القطاع ولا في تيل أبيب ولا في غيرة وفي ظل أيضا عدم توصل العملية السياسية إلى خواتيم تعطي الشعب الفلسطيني حقه في أرضه في وقف الاستطان ليس هناك أمن لإسرائيل بالمطلق ما فينا اليوم ليش نتحدث عن موضوع عملية سياسية ممكن تنتج اتفاق تهديئة أو وقت لأطلاق النار في غزة فقط من دون التعويل على العملية سياسية تزيل أسباب القهر والغضب الفلسطيني اللي عم بيعبر عن نفسه في كل الأماكن وفي كل المحطات نعم ولكن المشكلة دكتور أبو كاروم أن المجتمع الدولي ينظر إلى ما يجري وكأن إسرائيل هي الضحية والتبرعات تنهال على الدولة العبرية وليس العكس ربما أنا بدي لاحظ مسألة هي اليوم حجم اكتراث العدو الإسرائيلي للضحايا المدنيين أقل منه في السابق وأنا بدي أقول يمكن أنه هيدا المسألة بتتأتى من نتيجة أنه اليوم المبرر اللي عم بيعطيه فيها الإجرام العربي اللي عم بيحصل إجرام بشار الأسد تجاه مواطنينه اللي عم بيروح فيها مدنيين اللي عم بيستعمل فيها كل الأسلحة الكيموية حتى بتجي إسرائيل بتلاقي مبرر وبتلاقي أنه بتقول أو بتلاقي مبرر أمام المجتمع الدولي بتقول مش بس أنا صحيح مش بس أنا عم بعمل مجازر بحق المدينة شوفوا العرب شو عم بيعملوا ببعضهم لذلك اليوم مبررات هيدا أخافه لذلك رد فعل المجتمع الدولي أو الرأي العام الدولي أيضا أخاف بهذا الموضوع وهيدا نتيجة طبعا سياسات العربية اللي ما بتاخد يعني حياة المواطن العربي بعين الاعتبار إسرائيل تزداد عدوانية واليوم لافتة محاربة الإرهاب هي لافتة يعني صار الكل عم بيتناولها بشار الأسد من جهته المالكي من جهته نتنياهو من جهته كل واحد عم بيجرب أنه يبني على موضوع محاربة الإرهاب في موضوع متصل اليوم صباحا الوكالة الوطنية للإعلام أوردت حادث إطلاق صاروخ عندها ثانية من بعد منتصف الليل من أخراج بلدة شبعة سقطة داخل الأراضي اللبنانية يعني لم يصل إلى الهدف تحريك هل يعني في نية ترى لتحريك الجبهة اللبنانية؟ لا الواضح لحد الآن أنه الممسك بالقرار إذا بدك الاستراتيجي بالجنوب لا يريد الدخول بموضوع بالضبط الأحداث اللي عم تحصل هي أحداث منفصلة أو أحداث فردية أو لا تنم عن خبرك وافي بها الموضوع واضح أنه لا تشكل خطر أو تهديد حقيقي على المسألة لإنما أيضا بتعبر عن فلتين أمنة هنا السؤال هل كان يمكن لتحصل لولا معرفة من حزب الله أو أبطباط كما يقال بالدارج حيث أنه صاحب الأرض هناك يعني معلوم أن لا شيء يتحرك يعني التعويل على دور الأجهزة الأمنية بهالموضوع اللي بدأت تتكشف أمام خيوط وصار عنده بعض الوقائة بعدد من الأحداث اللي حصلت بهالموضوع بتجيب عن هذا السؤال ما بعرف قداش بيكون حزب الله بيتبنى هذه المسألة لإنما بعتقد أن حزب الله عنده قرار استراتيجي بعدم الدخول في مواجهة اليوم لحد الآن طبعا إلى مواجهة إعلامية وسياسية ومبدئية مثل ما رح نشوف ماذا لكن ماذا لو أرادت إسرائيل هي أن تجر لبنان والحزب إلى مواجهة من هذا النوع مستفيدة مما يجري في المنطقة ومن الحرب السورية الدائرة لحد الآن ليس هناك مبرر كافي لهذا الموضوع ونحن علينا أيضا على مؤسساتنا الأمنية أن أيضا لا تعطي الحجة ومبرر لإسرائيل اللي حتى تنقل عدوانا أو تخرج من المأزق اللي هي موجودة فيه اليوم في غزة لأنه هناك حقيقة هناك عملية عسكرية مستمرة في غزة إنما بالمقابل هناك مأزق إسرائيلي لا يعطي صورة أو مشهد أو صورة واضحة عن كيفية الخروج من هذا المأزق يعني اليوم معا بيقولوا الإسرائيليين أهدافهم الواضحة معا بيقولوا لوين بنيوصلوا بالعملية البرية لكن كانت العملية البرية نتيجة فشل العملية الجوية أو القصف اللي حصل على غزة فإذا هناك يعني التورط بشكل مستمر بالضبط بغزة ليس هناك أفق سياسي لحد الآن للحال كمان بما يتصل بهذا الموضوع اللبناني نصر الله أعلن المصالحة مع حركة حماس عشية مؤتمر تهران وقالت اللواء إنه اتصل وأبلغ موقفا لكل من خالد مشعل ورمضان عبد الله شلح واعتبر المصدر النياب اللي كشف عن هذا الخبر أن مجرد الكشف عن الاتصال بين نصر الله وقيادين كبيرين من المقاومة في غزة يعزز التساؤلات عن دور الحزب بالمعارك الجارية بالقطاع كيف ممكن يترجم عمليا هذا الدعم اللي عبر عنه سيد نصر الله لا واضح أنه الخلاف اللي حصل على خلفية الأزم السورية ربما تجاوزوا الزمن تبدد اليوم صحيح صار أقل حدة نتيجة طبعا العدوان اللي على غزة هذا موقف يعني عبر عنه سيد حسن نصر الله وبتعبر عنه كل القوى اللي بهايك لحظة لابد لها أن تقف مع القوى اللي عم بتقاوم والناس اللي عم بيجاهدوا به غزة أو غير غزة وفلسطين بشكل عام ونحن ما بدنا نفصل ما يحصل بغزة اليوم عن اللي حصل قبل بالضفة الغربية يعني الاستيطان اليوم بعد من أصله لليوم تضاعف حجم الاستيطان ثلاث مرات بالقدس وبالضفة الغربية فإذا هناك فشل زريع للعملية السياسية وليس هناك أي بصيص أمل من أن هناك إسرائيل تسير في حل الدولتين يعني المصالحة مع حماس ما بتعني بالضرورة موقف موحد مما يجي في سوريا يعني هي فقط بالموضوع الفلسطي واضحة أكيد الخلاف بالمقاربة بالملف السوري موجود ما بين حماس وما بين حزب الله إنما طبعا بتوحدهم مسألة النظرة إلى مسألة المقاومة وضرورة يعني مقاومة الاحتلال الإسرائيلي هيدا مسألة استراتيجية بعد تتخطى موضوع حماس حتى إيران عبرت عن دعم لحركة حماس ولحركة المقاومة وهني أيضا مسؤولين بحماس بيقولوا اليوم أنه إيران تدعم المقاومة في حراكة أو في نضالة ضد العدو الإسرائيلي وهذه شغلة يعني من السوابت بالسياسة الإيرانية لننتقل للسياسة اللبنانية هل ستنفرج سياسيا على صعيد تحديدا ملف موظفية الكتاع العام يلي كان حزب التقدم الاشتراكي يطلع بدور مهم بتقريب وجهات النظر حيث إن الرئيس سلام يعني أبلغ أو صرح لجريدة النهار بوقت متأخر مساء أمس بأنه بناء على طلب وزير المال أضيف ملحق بند رواتب لجدوى الأعمال جلسة المجلس يوم الخميس علما أنه موضوع الجامعة اللبنانية لا يزال يحتل أولوية البنود أنتم بهذه الأجواء يعني سحب الموضوع من مجلس النواب وضعه بمجلس الوزراء ربما من مجلس الوزراء يذهب أدنى المجلس النواب يعني الموضوع نحن كنا من فضل أنه توصل إلى توافق سياسي حول هذا الملف مسألة صرف الرواتب الموظفين طبعا هي مسألة لحد اليوم هي أشكالية ما بين تيار المستقبل وكتلة المستقبل وما بين وزير المالية ومن وراء وطبعا الرئيس نبيه بري نحن كان لنا وجهة نظر بتقول أنه هناك ضرورة إذا كان بده يعتمد مسألة المقاربة اللي حصلت على أيام حكومة رئيس السنيورة في الصرف على قاعدة موازنة 2005 كان من الأجدى أنه يتم هناك اتفاق سياسي عام يشمل كل الأمور ويجد مخرج لمسألة الـ 11 مليار اللي لا زالت لحد الآن هناك إشكالية حولها نحن عم نقول التالي أنه في حال توصلنا إلى اتفاق سياسي تطوى صفحة الإنفاق من خارج الموازنة مثل ما نفس المعايير تتبع لليوم اللي نحن عم نشوفها أنه عم نواجهها ونحن بحاجة إلى أقرار شيء من هذا القبيل والمسائل اللي أعطت مبرر للصرف بالحكومات السابقة لأنه لا يجوز أيضا ترك البلد دون موازنات تجيز الصرف أو تضع حد أو ثقف لعملية الصرف للرواتب واللقطاع العام الوزير وقل أبو فعور بحسب الجمهورية عاد على خط الاتصالات بعدما كان خارج لبنان لمدة 24 ساعة بزيارة خاصة والتقى زار الرئيس تمام سلام للتداول بالمهمة اللي كلفوا فيها النائب وليد جملات سعيا لتفاهم على عقد جلسة تشريعية وين وصل الوزير وقل أبو فعور بمساعة؟ لحد اليوم بعتقد الجهود مستمرة ونحن نبني ونأمل أن نتوصل الاتفاق على هذا الموضوع عدم تحقيق تقدم ما بيعني تراجع؟ لا لحد الآن لكن الألغام اللي عم بتواجه العمل الحكومي والعمل التشريعي كتير منها ملف سلسلة الرتب والرواتب منها موضوع التفرغ بالجامعة اللبنية منها موسألة المجلس العمداء بالجامعة اللبنية ومنها مسألة اليوروبوند اللي بدأت تتكفل بالزبط سداد الدين العام ومسألة أيضا رواتب موظفي القطاع العام كل هذه المسائل نحن كنا ندفع باتجاه تسوية شاملة على هذا الملف هذه التسوية عنوانها هو التالي أن يطلع المجلس النيابي بدور في مسألة التشريع دور محدود لا يتجاوز مسألة الفراغ الرئيسي إنما يأخذ بعين الاعتبار ضرورة القيام بحركة التشريعات بتسهل أمور المواطنين اليوم ما فينا نعتبر نحن أنه إذا كان هناك فيه فراغ بسدة الرئيسي أنه هذا الفراغ يجب أن يجر نفسه ويتمدد إلى مجلس النواب وإلى الحكومة يجب الاطلاع ببعض المسائل وكل هذه الأمور تحتاج إلى قوانين وتشريعات في المجلس النيابي سقف التشريع يجب أن يبقى ضمن المعقول اللي ما بيتجاوز مسألة صلاحيات رئيس الجمهوري نحن هذا الاتفاق العام اللي عم ندفع باتجاه تحقيقه ما بين تيار المستقبل وكتلة الرئيس نبيه بري عم نقوم بجهود ولازلنا لحد اليوم نأمل أنه تصل ما هي المآخذ يلي عم بأكد عليها الوزير علي حسن خليل بخصوص 11 مليار يلي كانت حركة أمل هي مشارك رئيسة بالحكومة أنا ذاك وكانوا جميع الفرقاء السياسيين من 8 ومن 14 ومن الوسطيين مشاركين يعني شو المأخذ بهالمجال الوزير المالي لا يريد صرف رواتم الموظفين إلا بإقرار قانون من مجلس الجمهوري نعم ولكن لماذا رفض ضم مسألة مرحلة اللي كان فيها رئيس السانيورة رئيس الحكومة بالألفة لأنه كانوا مشاركين بهذه الحكومة صحيح لأنه هناك مقاربات مختلفة لهذا الموضوع هناك في صغرة معينة الأمر الواقع حتم على الرئيس السانيورة اتخاذ تلك الأمور وكانت طبعا الانفاق الذي أجرى الرئيس السانيورة أجرى على البلد نعم يعني موثق للوزرات ونتيج صحيح ليش الاتهام هل بتعتقد أنه هالمشكلة فيه وراها موقف سياسي معين القصد منه يمكن إحراج طيار المستقبل أكثر بهدف يمكن النيل منه بمكان آخر مشان هيك نحن عم نقول يمكن الحوار اللي أردنا أن يحصل ما بين طيار المستقبل وحركة أمل هو أردنا أن يشمل كل الملفات لحتى تكون كل هالمسائل غاية قابلة لإجراء صفقات مثلا نعطي بهذا الملف ونأخذ بالملف الآخر أردنا الموضوع أن يكون تسوية سياسية بتأهل مواجهة هذه المرحلة اللي هي فيها فراغ رئاسي وفيها تعثر لقيام الحكومة بدورة وفيها أيضا حجم مطالب اجتماعي كتير كبير فهيدا نحن اللي رحنا باتجاهه هلأ وجهة نظر وزير المالية فيها يعني عندها أحاقية معينة أنه هو يريد تحصين نفسه بقانون لا يدع مجال لأي شك حول مسألة الصرف من خارج الموازنة هيدا مسألة محقة إنما أيضا كمان موقف الرئيس السانيورة في أن لا يجيز يعني التصرف وأعطاء ويكيلي هنا بالتصرف وفقا لقانون مع إبقاء هيدا الثغرة اللي حصلت عالقة كمان يعني هيدا المسألة بحاجة إلى تسوية سياسية معينة بتأخذ بعين لأعتبار مصلحة البلد وأنتم تكون بدون العراب يعني بهال عسى أن بعت إذن بنتوصل لنتاج جديد بملف الجامعة اللبنانية هل صحيح أن الحزب التأدمي الاشتراكي كما ذكرت جريدة السفير وجريدة النهار اليوم يعني سيقوم بمبادرة ويبلغ رئيس السلام والوزير اليس أبو صعب عن طريق الوزير وقل بفعور عدم ممنعته ترك الموقع الدرزي بمجلس الجامعة اللبنانية برغم كفاءة العميد الدرزي المقترح لمصلحة تثبيت الدكتور بيار يارد عميدا لكلية الطب هل صحيح؟ نعم صحيح نعم صحيح نحن أردنا أن نقدم يعني يعني رأي بالموضوع تنسهل عمل الحكومي وتنسهل حل هيدا الملف لأنه نحن ربما نكون شوي يعني مثل يعني كل اللي عم يتظهر وكأنه الحزب الاشتراكي بهيدا الملف وبغيرهم الملفات أنه هناك في عرقيل معينة نعم طيب هل تسهيلات خوفا من ماذا؟ مش خوفا من شي لأنه نحن على أناعة بأنه معيار الكفاءة يجب أن يكون هو الأساس في مسألة مقاربة تشكيل الهيئة عمداء للجامعة اللبنانية وبنعتقد أن الجامعة اللبنانية على الأقل كمؤسسة وطنية جامعة يجب أن يعني مجلس العمداء فيها لا يكون مجلس ملي أو مجلس ممثل للطواف في مقابل على حساب معايير أخرى نحن من هون نحن المبرر الأساسي لما وقفنا كان هو التمسك بالدكتور بيار يارد على قاعدة أنه هناك شهادة من كل الناس بكفاءته وليس هناك أي مبرر أيضا لإزاحته عن منصبه هذا الموقف الذي نحن انطلقنا منه والذي أيضا هذا الموقف جر في نهاية الأمر إلى أن نتمسك بهذا الرأي ونعطي إشارة على أن مسألة الكفاءة هي مسألة أساسية بالنسبة لأنه على حساب حتى لو كانت على حساب المحاصصة أو على حساب حصتنا نعم لأن النائب جمبلات أبلغ كل مكونات الحكومة وخصوصا رئيسة أن أولوية حفظ الاستقرار واستمرارية عمل المؤسسات لا يجب أن تتقدم عليها أولوية أخرى يعني مصير الحكومة بهذا المعنى مهم للحزب التقدم الاشتراكي رح أرجع لهذه الفكرة ولكن حتى ما نترك تير عبر الهاتف معنا معالي الوزير رشيد درباس سباح الخير معالي الوزير صباح النور إحنا وسهلا يعني ملف الجامعة اللبنانية كما الأجواء اليوم في الصحف بطريقه إلى الحل بعد تنازل من النائب وليد جمبلات بهذا الموضوع ماذا عن ملف بند الرواتب هل أنتم بالأجواء اللي نشرت اليوم عن أن الوزير علي حسن خليل طلب إضافة ملحق بند الرواتب لجدول أعمال جلسة المجلس الوزراء يوم الخميس وبالتالي صار الموضوع عند الحكومة ولم يعد عند مجلس النواب الحقيقة للوزير علي حسن خليل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع كان يلفت النظر لأمرين الأمر الأولاني مسألة ضرورة الحصول على إجازة المجلس النواب ليصدار سندات خزينة بأوروبونت لشان خدمة الدين وقال لما نعرض لبنان للدخول إلى النادي باريس والأمر الثاني اللي قال أنه عنده فيها وجهة نظر أنه سندات الخزينة تصدر فقط للمؤسسات اللي بتقدر ترد سلاف الخزينة للمؤسسات تقدر ترد الدين تقدر ترد السلفي أما لما بيدين الدولة بيكون هذا السلفي في غير محل هناك نظرية أخرى بتقول أنه لا الدولة بتقدر ترجع ترد السلفي من الموازنة اللي بدأت طلع لما تقرب مجلس النواب بكل حال هو طرح الموضوع قبل ثلاثة سابيع وقال أنا في عندي مسألة الرواتب بدأ عيليه المجلس الوزراء كله سوا أبدأ استعداده يومها أنه هذا الأمر ويومته كان العالمية العام للمجلس الوزراء أقول أنه لا بموجب قانون المحاسب العمومية بيقدر الوزير المالي سير المرفق العام بس مجلس الوزراء مجتمعا أبدأ استعداده لتغطي أنه علي وزير المالية فيما لو بدي يصدر هو ثلاث خزينة في هذا الموضوع لأنه مسألة الروادب مسألة لا يمكن أن يجري العرص فيها ويعني ما فينا أن نحط المجتمع كله سوا بيظهرنا أنه والله ما فيه روادب ألا ما بعرف إذا كان عم يرجع تطرحها على مجلس الوزراء من جديد إذا كان من جديد حيطلب تغطية مجلس الوزراء مجتمعا لهذا الأصدار وأنا بعتقد أنه المزراء كلهم جاهزين لهذا الموضوع لأنه فيها نظرية بتقول أنه فيه إمكانية إصدار ثلاث خزينة للدولة وفيه إمكانية أيضا أنه مجلس الوزراء يغطي هالعملية بصورة سياسية ومعنوية نعم وبالنسبة لمجلس نواب غدا موعد جديد لجلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية كما يبدو هذه الجلسة ستراقي مصير الجلسات السابقة أليس كذلك معالي الوزير وإلى متى سنبقى في الفراغ الرئاسي هو شوفي لألك شيء مبين هيك بطبع جلساتي صارت من شين أنه تقطيع الوقت وفيه يعني ناس كتير يعني ما عاد يروحوا يعني أنا مثلا كان عندي شغف أني أحضر أول جلسة مشان نشوف كيف عمسير وبعدين يمكن معت تتمل إزراحة هذا صحيح لأنه نتائج طبعا معروفة ولكن علينا أن ننتبه فيه الآن حرارك جديد عم يقود وغطة بطرق وفيه المبادرة اللي عمد الرئيس سعاد الحريبي نعم عم يبين أنه فيه آلية معينة بدأت تم وهذه الآلية بدأت تستطعها أنه فيه استنفار لقوى متعددة وتفرض تعاون معها تعاون إيجابي لذلك أنا بظن أنه لما بهالفترة من هلأ لبعد العيات بشوي فيه نضوج داخل المجتمع اللبناني وضغط على القوى السياسية أنه الأمر لم يعد يحتمل التأجير لماذا؟ لأنه أنا بظل الظروف الصعبة دعم يجال لبنان وأنه الحرائق في كل مكان من غزة إلى العراق إلى السورية إلى ليبيا أنه شو هالبلد اللي لوحده حيكون يعني بمنع الحرائق نعم لذفروض يكون عم يتخذ أقصى درجات درجات الحيطة والحزر وأول درجات الحيطة والحزر أنه البلد يكون له رأس رأيس مبادرة أو خريطة طريق الرئيس الحريري بالأمس من يعني سواء من الوزير ونائب رئيس مجلس نواب السائب اللي إليس الفرزلي واللي قيل أنه بموافقة العماد عون أو من الشيخ نعيم آسمي اللي اعتبر أنه ما في أمل ولا لأي خطة ولا لأي مبادرة وكأنه أيضا يغمز من قناة خريطة طريق الرئيس الحريري هل بتترك أمل بهذا المجال؟ شوفي أنا بدي ميز بين كلام الشيخ نعيم وب是這樣 الرئيس نياب الرئيس إليف رزلي الشيخ نعيم عم يحكي عن الحال السياسية القائمة اللي عم يقشر إنه لسه ما نضجد أما تفسير الرئيس نياب الرئيس إليف رزلي إلى كلام الرئيس عبد الحريري ففي تعسل لأنه الرئيس عبد الحريري شواء الرئيس عبد الحريري ما يقول فليتفق المسيحيون ونحن نسير ما عم يعمل تعجيز هو عم يأكد على انه منصب رئيس الجمهورية هو منصب ماروني ويجب للقوى المسيحية يكون الى الدور الاصلي بيتسميته وذلك بعدين بالتواف الطواف اذا هاي كلام يعتبر انه هدا كلام مناورة انا بتقيت انه رئيس عد الحريري بيخطابه هو انه عمل رسالة للمسيحيين وانا هدا سامع منه شخصيا بيقول لي انا مش فوارد عندي ابدا افرض عليهم رئيس بيعتبروه ما بيمثلون هذا كلام قاله بصورة قاطعة وهدا الكلام اللي عريش اجدده خطب القوى المسيحية السياسية وقال لهم انه انا متكامل معكم عم يقول اكتر منك عم يقول لا مجال انقاذ هذا البلد الا بجاهد مشترك بين كل الطواف وكل الفئة السياسية والامر الداني اللي انا بصورة خاصة بدي حياله هو مسألة موقفه من ترابلس والخطة الامنية لترابلس ودعمه الخطة الامنية في ترابلس وعدم استجابته لسارة الرخيصة وصموده ومقدرته على قيادة جمهوره وانا الحياة بدي حقيقية على ذلك نعم باي حال معالي الوزير بدأ اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة على امل ان تكون معاليك طايفنا بالستوديو لنحكي بشكل مفصل عن ترابلس وما يجري فيها والخطة الامنية اللي وضعت اخيرا على سكة التنفيذ شكرا جزيلا لك معالي الوزير دكتور بكرم رح نكمل بالموضوع المتعلق بالحكومة والخوف او ان يكون هناك فريق يستفيد ربما من تطيير الحكومة مباشرة بعد التوقف مع اول فاصل اشتركوا في القناة